بالفعل عرفت العلاقات المغربية الإسبانية في السنة الماضية نوع من الانتعاج من بعد أن عاشت أزمة بين البلدين إترى الحادثة المعروفة التي استضافت من خلالها إسبانيا زعيم ميليشيا البوليزاريو لتطبيبي في الأراضي الإسبانية بطريقة غير ودية وكان هناك العديد من الأوراق التي حاولت إسبانيا أن تضغط بها على المملكة المغربية وظهر جليا أنها لا تتوفر على أوراق ضغط كافية لحلحلة هذه الأزمة بالمنطق الذي تريد لينتهي الأمر إلى تغيير جدري في الموقف الإسباني بالخصوص في الإقرار بمغربية السحراء وفي إعادة النظر في العلاقات التنائية على الأساس الذي حدده جلالة الملك في خطاب العرش من السنة الماضية والذي أشار فيه لأن المغرب الدولة تلتزم بشراكاتها هو موثوق في شراكاته وهو أيضا حر في اتخاذ القرارات التي يريد فيما يخص وحدته التغرابية وفيما يخص كذلك قرارات السيادية في السياة الخارجية وظهر هذا التوجه الذي حدده جلالة الملك انطلاقا من القمة المغربية الخليجية في أبريل من سنة 2016 حينما أشار جلالته إلى أن المغرب ماضي في تنوية تصريف سياسته الخارجية بالخصوص في بعدها الاقتصادي وظهر ذلك جليا إبانا جائحة كوفيد-19 حيث تعامل المغرب مع وجهات غير كلاسيكية فيما يخص التلقيح وفيما يخص جلب بعض المستزمات الطبية إلى آخره إذن بالرجوع إلى إسبانيا اليوم نستطيع أن نتحدث بأن الحكومة الإسبانية بمواقفها الجديدة وبالإنخراط مباشرة في تعزيز الشراكة القائمة أصلا على أسس جديدة هو يعطي نوع من النفس المتجدد الذي يحققه المغرب بالنسبة لقضيته الوطنية وهو يسحر البساط على الجهات التي كانت خصوم الوحدة الترابية وبالخصوص الجزائر تتكيو عليها من خلال المجتمع المدني وبعض الفاعدين داخل إسبانيا لتمرير مواقفها إذن العلاقات المغربية الإسبانية اليوم نستطيع أن نتحدث بأن المغرب هو تجاوز ما يمكن أن نستلح عليه بالجوار الصعب الذي كانت تمتله إسبانيا في مرحلة سابقة وهو يحقق بذلك سكريز استراتيجيته في دعم ترجمة نانسي قنقر